بحث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح مع مبعوث الامين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر خطوات تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة واطلع المبعوث الاممي رئيس المؤتمر الشعبي على نتائج لقائه مع مختلف القوى خصوصا في شار مرتكزات الحوار ونتائج مؤتمر اصدقاء اليمن في الرياض الاربع الفائت في العاصمة السعودية الرياض وفي اللقاء الذي حضره النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الإرياني ورئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الأمين العام المساعد الشيخ سلطان البركاني ورئيس لجنة الحريات في مجلس النواب عضو اللجنة العام للمؤتمر الشعبي العام الشيخ محمد بن ناجي شايف ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمختربين بمجلس النواب الشيخ جبران مجاهد أبو شوارب ثمن الزعيم علي عبدالله صالح دور المبعوث الأممية